موارد الخمس قرأت هذه الرواية عليكم أعيد قراءتها كي يتواصل الحديث من حيث انتهى في الحلقة الماضية في الصفحة الرابعة والأربعين بعد الثلاثمائة من الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العامل إنها طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران من الباب الثالث الحديث السادس بسنده بسند الحر العامل عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوزي الخمس هذه مجموعة من الموارد في حياتنا اليومية التي يرتبط بها الخمس فيما يخرج من المعادن من معادن الأرض والبحر من الغوص في البحر والغنيمة إنها غنيمة الحرب وقد يتوسع هذا المصطلح إلى كل ما يكون غنيمة في الحياة ما يستطيع الإنسان أن يناله وأن يصل إليه فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه كي يعاد إليه والكنوزي الخمس في الصفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمائة من الباب الثامن الحديث الأول بسنده بسند الحر العاملي عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إلى إمامنا الجوات أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب من جميع الأنواع من أسباب ووسائل التكسب في الحياة وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة والمراد من المؤونة مصارف العمل ما يصرفه الإنسان في العمل الإنفاق في أسباب العمل وكذلك الإنفاق على حياة الإنسان اليومية على نفسه وعائلته ويدخل في هذا ما يقدمه من الهدايا والمعونات للآخرين كل هذا جزء من شؤون حياتنا اليومية ما زاد عن ذلك سيكون ربحا فإن الخمسة يتعلق في ذلك الربح الحديث الثاني بسنده عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسني الثالث إمامنا الهادي صلوات الله عليه أنه سأل أبا الحسني الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من مزرعة من بستان كبير من ضيعته من الحنطة مئة كر ما يزكى لا تتوفر فيه شرائط الزكاة فأخذ منه العشر هذه الضريبة التي تفرضها الحكومة العباسية في زمانها فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا والكر كما حسبته تقريبا الفين أمية وستين كيلوغرام في زماننا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك السؤال يوجه إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقعه الإمام هكذا أجاب إمامنا الهادي فوقع لي منه الخمس يجب أن يدفع لي لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته بعد إخراج كل مصارف العمل ومصارف الحياة اليومية لمدة سنة كاملة لحول لسنة كاملة فما فما زاد من ذلك فإن الخمس يتعلق فيه نذهب إلى الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمئة الثلاثمئة إنه الباب العاشر الحديث الأول بسنده بسند الحر العامل عن الحسن بن زياد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم المال الذي صاحبه معلوم اجتنب حتى توصله إلى صاحبه الخمس لا يتعلق بالمال الذي صاحبه معروف وإنما يتعلق بالمال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام والحرام ليس مشخصا لا يعرف مقداره لا يعرف صاحبه اختلط الحلال بالحرام هذا المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام يخمس ويدفع الخمس للإمام المعصوم نحن نتحدث عن موارد الخمس وعن أحكام الخمس وعن خصائص الخمس الطيب إنه الخمس المدفوع إلى الإمام المعصوم وكل هذا إنما هو في عصر الحضور عصر الحضور هو العصر الذي يكون فيه الإمام المعصوم حاضرا بين شيعته يستطيعون أن يتصلوا به أن يتواصلوا معه بشكل مباشر اعتيادي مثلما يتواصل جميع الناس فيما بينهم ليس هناك من حالة استثنائية كحالة زمان الغيب مر علينا فيما تقدم في الصحيفة الأولى وما تقدم من الصحيفة الثانية الخمس شرعه إبراهيم إبراهيم الخليل وحدثتكم عن هذا الموضوع من زمان إبراهيم إلى زمان رسول الله يبدو من أن الخمسة قد يفرض وقد لا يفرض بدليل أن عبد المطلب فرض الخمسة في أيامه وهذا يعني أن الخمسة قبل أيام عبد المطلب لم يكن مفروضاً على الأقل في الديانة الحنيفية فلما جاء عهد عبد المطلب فرض عبد المطلب الخمس بحسب ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله فقد أخرج الخمسة من الكنس كل ذلك مقدمات في ديننا آية الخمس نزلت في أحداث واقعة بدر وهي آية صريحة جاءت في سياق أحداث واقعة بدر هي الآية الحادية والأربعون بعد البسملة من سورة الأنفال وسورة الأنفال هي سورة واقعة بدر استمر الخمس الطيب إلى زمان إمامنا الحسن العسكري وإلى يوم استشهاده في اليوم الثامن من ربيع الأول من السنة الستين بعد المئتين للهجرة سقفة بني ساعد من أول يوم من أيامها سرقت الخمسة الطيبة مع أن صاحب الخمس موجود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبقى وبقيت الشجرة الملعونة التي هي سقفة بني ساعد بتفاريعها وأغصانها وثمارها من الأمويين إلى العباسيين يسرقون الخمسة الطيب مع أن أصحابه موجودون إلا أن الشيعة كانوا يتواصلون مع أئمتهم بخصوص موضوع الخمس والأئمة تارة يفرضونه على كل شيء في حياة الشيعة وتارة يبيحونه بالتمام والكمال لشيعتهم وأخرى يفرضون عليهم جزء منه هذا المال مال المعصوم والمعصوم هو صاحب التشريع الأمر راجع إليه خلاصة الأمر الخمس عبادة مالية وحق لأئمتنا المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم حقهم ثابت في أعناقنا في أموالنا وفي حياتنا وكل هذا واضح وصريح وجلي ولا يوجد أي إشكال في البين وما بينته لكم في الصحيفة الأولى وما أبينه في الصحيفة الثانية في طرح بعض الحقائق عن الخمس الطيب كله في هذا السياق علينا أن ندرس وأن نحقق في موضوع الخمس الطيب من بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى من زمان إبراهيم إلى زمان عبد المطلب إلى زمان رسول الله الصورة واضحة عندنا ومن زمان رسول الله إلى يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الصورة واضحة عندنا الكلام ما بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري حيث دخلنا في عصر الغيبة وانتهى عصر الحضور كل هذه الروايات والأحاديث التي تلوتها عليكم يوم أمس وفي هذا اليوم هي في أجواء عصر الحضور في أيام حضور المعصوم بين شيعته وهذا ينتهي عند اليوم الثامن من شهر ربيع الأول من السنة الستين بعد المئتين من الهجرة من ذلك الوقت تبدأ الغيبة والغيبة انقسمت إلى غيبتين الغيبة الأولى والغيبة الثانية في قادم الحلقات سأحدثكم عن الخمس الطيب في الغيبة الأولى وعن الخمس السحط في الغيبة الثانية أعود إلى الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمئة إنه الباب التاسع الحديث الأول بسنده بسند الحر العامل عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقرة صلوات الله عليه يقول أيما أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليها الخمس هذا حكم يرتبط بالدولة التي تقوم على حكم الله فإذا كان هناك من أهل ذمة وهم من أهل الكتاب الذين يبقون على دينهم ولا يعتنقون الإسلام ويعاهدون الدولة الشرعية بحسب التفاصيل التي تذكر في مضانها فهذا الذمي اليهودي النصراني الذي عاهد الدولة أن يبقى على دينه وأن يدفع ضريبة معينة تعرف بالجزية هذه المطالب أحكامها مبينة في أبوابها المرتبطة بها إذا اشترى أرضا من مسلم فإنه يجب عليه أن يدفع الخمس قطعا للحاكم الشرعي للإمام المعصو هذا الحكم لا ينفذ إلا في حال حكومة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لكنه يذكر في موارد الخمس إذن هذه هي موارد الخمس الروايات حدثتنا بشكل واضح المورد الأول المعادن معادن الأرض ما يستخرج من معادن الأرض المورد الثاني ما يستخرج من البحار أيضا مما له ثمن ومما له قيمة ليس الحديث عن اصطياد الأسماك اصطياد الأسماك يكون داخلا في مصارف المؤونة وإذا كان بنحو تجارة عظيمة يدخل في حساب العرباح والتجارات يتعلق الخمس حينئذ بالصيد من جهة التجارة وأرباحها لكنني أتحدث هنا عن الغوص ما يستخرج غوصا من اللؤلؤ والياقوت وغير ذلك العنوان الثالث غنائم الحرب وعنوان الغنيمة قد يكون شاملا لما يحصله الإنسان على سبيل المثال الهدايا والمنح والعطايا فإنها تقع تحت هذا العنوان ويتعلق بها الخمس وكذلك يتعلق الخمس بالمال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام ولا يعرف صاحب هذا المال الذي أخذ حراما الكنوز ما يُعثر عليه من الكنوز فإن الخمس الطيبة هذه الضريبة الشرعية تترتب عليه ويضاف إلى ذلك إذا كان هناك من ذمي اشترى أرضا من مسلم هذه ضريبة تكون ضمن نطاق المعاهدات الشرعية فيما بين أهل الكتاب والدولة الإسلامية إن وجدت هذه العناوين المهمة والموارد الرئيسة التي يمكننا أن نصفها بأنها موارد الخمس الطيب قطعا الفاضل عن المؤونة هو داخل في عنوان الغنيمة التجارات والعمل وما يتحقق من أرباح فإنه يكون داخلا في عنوان الغنيمة والذي يعبر عنه بالفاضل عن مؤونة السنة من التجارة والعمل الوظيفي وغير ذلك نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر